بذورها أكدت دكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع سلماني الطبي أن الوصول للمرحلة الحالية من معدلات الانتشار لا يعني التغلب على الفيروس محذرة من الأمان الكاذب وتبعاتي هذا الشعور مهم جداً هنا نذكر شيء جداً مهم الوصول للمرحلة الحالية من معدلات انتشار الفيروس لا تعني التغلب على الفيروس فالفيروس موجود ونحدر من الشعور بالأمان الكاذب وما يمكن أن يأتي عليه من تبعات هذا الشعور فيجب الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التباعد الاجتماعي الإقبال على التطعيم والإقبال على أخذ الجرعة المنشطة فنحن نحث نكرر جميع البالغين 40 عاماً فما فوق بالإقبال على أخذ الجرعة المنشطة من أجل زيادة المناعة المجتمعية وننصح بجرعة فايزر مهم جداً الذكر بأننا لم نسجل أي نوع من المضاعفات أو الأعراض الجانبية لدى جميع الحاصلين على الجرعة المنشطة وإن وجدت فإنها كانت جداً بسيطة وذكرناها أنها لها علاقة بجميع أنواع التطعيمات التي ممكن أن نأخذها ممكن يصيب كالألم في موضع الحق أو الصداع ويمكن استخدام أي نوع من المسكنات الألم البسيطة لها اشتركوا في القناة